لدى استقبال سموه لرؤساء الدول والمنظمات الحاصلين على جائزة نوبل للسلام رحب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برجال السلام في مملكة البحرين بلد السلام داعيا إياهم إلى الاطلاع على ما تشهده مملكة البحرين من تطور اقتصادي وتقدم تنموي وأجواء حرة في دولة المؤسسات والقانون وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العالم يمر بوقت عصيب بسبب التوترات والحروب التي عانت الإنسانية كثيرا من ويلاتها مما جعل الحاجة أكثر الحاحن لدعم جهود صيانة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم داعيا سموه إلى العمل على تهيئة الفرص التي تحفز على السلام وتكرس دعائمه مشيرا سموه إلى أن المنطقة مرت بتجارب مريرة من حالة عدم الاستقرار وتجاوزتها بفضل حكمة قادتنا في دول المجلس فيما أشاد رؤساء الدول الحاصليين على جائزة نوبل للسلام بما حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من نهضة وتطور يرون أنها جعلت مملكة البحرين مثالا وانموذجا يحتذى للدولة العصرية المتطورة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل وفدا يضم ثلاثة رؤساء دول سابقين حاصلين على جائزة نوبل للسلام ممن كان لهم دورا بارزا في ترسيخ السلام والاستقرار في مراحل مفصلية مرت بها بلادهم وهم السيد فريدريك وليام دي كليرك الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا والسيد ليغ فاليسا رئيس جمهورية بولندا الأسبق والسيد جوزيرا موس هورتا الرئيس السابق لثمور الشرقية كما ضم الوفد السيدة أناتي بورجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل والحاصلة على جائزة سموه للتنمية المستدامة عام 2016 وجائزة كوتنبيرغ للبيئة والتي تعرف بجائزة نوبل للبيئة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن السلام منهج نبيل تحرص الحكومة في مملكة البحرين على دعم مساعي المجتمع الدولي في ترسيخها وتراه أيضا أساسا ومنطلقا للتنمية التي لا تحقق أهدافها إلا في أجواء مستقرة وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤساء السابقين الحاصلين على جائزة نوبل للسلام عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتطورات العالمية حيث حذروا من عودة مخاطر الحرب الباردة بسبب بعض السياسات التي لا تنسجم مع متطلبات المجتمعات ودعوا إلى تضافر الجهود وأكدوا على أهمية التكامل بين الدول والفهم المشترك والقيادات الوعية التي تضع السلام كخيار أول وأخير وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين عرفت عبر التاريخ بأنها بلد محب للسلام ومركز لتلاقي الحضارات ونموذج حي في التعايش والوئام بين مختلف الأطياف والثقافات وستظل على الدوام منارة لنشر قيم التآخي والتعاون والسلام في العالم وشدد سموه على أن السلام هو الأساس لترسيخ الأمن والاستقرار وتمكين المجتمعات من النهوض والتنمية وأن تحقيق السلام الدائم يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تعلي من قيم التعايش والتعاون القائم على تحقيق المنافع المتبادلة بين الشعوب وعرب سموه عن اعتزازه بزيارة هذه النخبة المتميزة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام إلى مملكة البحرين والتي من شأنها أن تنقل للعالم صورة البحرين كبلد محب للسلام ومجتمع ناهض ومنفتح يشارك شعوب العالم طموحها وآمالها في تحقيق السلام والارتقاء بأوضاع الدول في مناخ من الأمن والاستقرار وشدد سموه على أن الزيارة فرصة لأعضاء الوفد لأن يلتقوا بأبناء البحرين الذين يحبون أن يستمعوا منهم إلى تجاربهم في دعم السلام وينقلوا للوفد جهود مملكة البحرين في هذا المجال وشد سموه بإسهامات هؤلاء الرؤساء في بناء مجتمعاتهم وما قاموا بهم من دور فاعل عبر التغيير الذي أحدثوه في مجتمعاتهم والذي قوى من ركائزها على نطاق واسع وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين تعمل بجهد من أجل أمن واستقرار المنطقة وأن توجهها وأهدافها التي وضعتها غايتها التقدم وقال سموه نحن في عالم متغير ونحتاج إلى بعضنا البعض من أجل أن يعمى السلام المنطقة والعالم وأضاف سموه أن ثوابت مملكة البحرين في دعمها للسلام ترتكز على المبادئ الإنسانية التي تؤكد على أهمية السلام والتعايش بين البشر كما تركز على تاريخ طويل من التعايش والتسامح الذي ميز البحرين عبر السنين وقال سموه أن التحدي الأكبر الذي يواجه السلام كقيمة نبيلة هو تزايد حدة الصراعات في العديد من مناطق العالم وهما يحتاج إلى رؤية عالمية جديدة تتضمن آليات غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات ومعالجة مسببات الأزمات من أجل عالم خال من الصراع بكافة أشكاله وخاطب سموه الوفد قائلا إن دوركم البارز الذي قمتم به في بلدانكم ونلتم على إثره بجائزة نوبل للسلام يمثل سلسلة متصلة من النجاح شكلت منحا إنسانيا في الدفاع عن مجتمعاتهم وإرساء الأمن والاستقرار فكرا وممارسة من جانبهم عبر أعضاء الوفد رفيع المستوى عن سعادتهم بالزيارة مملكة البحرين مشيدين بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في نهضة البحرين وتطورها وقالوا إن البحرين بقيادة سموه حققت الكثير من النجاحات في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية وتنويع الاقتصاد وعربوا عن اعتزازهم بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدين أن هذه الزيارة أتحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على تجربة سموه ورؤيته لتعزيز جهود السلام في العالم من خلال خبرته الممتدة ومعاصره من تجارب عززت من قناعات سموه بأهمية السلام كقيمة إنسانية نبيلة ينبغي أن يتشارك الجميع في العمل من أجلها حتى يعمى الاستقرار والسلام وتنعم شعوب العالم بالعيش بأمن وسلام كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على جهوده في تعزيز السلام والتسامح وهي القيم التي يحتاجها العالم حاليا في ظل ما يجتاحه من صراعات وأكدوا همية الزيارة في تعزيز التفاهم من أجل عالم يضلله الأمن والاستقرار قائلين إن سموه ذو رؤية بعيدة وواضحة من واقع ما عرفوه عن إنجازات سموه لا سيما فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والسلام والتنمية البشرية وشاد بما تتمتع به المملكة من تقدم حضاري وتنموي واسع وما يتميز به المجتمع البحريني من تنوع وانفتاح ثقافي وفكري يقوم على التعايش والتعاون بين جميع مكوناته منوهين بدور مملكة البحرين في رساء السلام العالمي من خلال إيمانها التام بأهمية دعم جهود المجتمع الدولي لبسط الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المنشود في ربوع العالم وقد قام أعضاء الوفد بتقديم هدايا وشهادة تقدير لصاحب السمو الملكير أيس الوزراء لدور سموه في دعم وتعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم معبرين عن تطلعهم إلى الاستفادة من تجارب البحرين فيما يتعلق بالتعايش ونقلها إلى دولهم من المهم جدا أن يتم النظر والحديث عن تجربة مملكة البحرين الفريدة للعالم أجمع لتقدير هذه المملكة التي تعد واحة للتسامح والاحترام والتعددية عندما يكون المرء في قمة عطائه السياسي والشخصي يجب عليه أن يكون متواضعا وعطوفا وحكيما وأن ينزل إلى الشارع ليتفقد أحوال رعيته ويسعى لزرع شعور الانتماء لدى الجميع وهو ما يقوم به سمو رئيس وزراء مملكة البحرين حرفيا ما يعد منهاج حياة لتحقيق النجاح شرف كبير بالنسبة لي لقاء سمو رئيس وزراء وكبار المسؤولين في المملكة وأشكرهم على كرم الضيافة وحسن الوفادة لمست من سمو رئيس وزراء الانفتاح على الآخرين وحب الاطلاع في مختلف القضايا دائما ما يؤكد سمو رئيس وزراء شقفه بخدمة الشعب وتحقيق تطلعاته وهو ما اعتبره ملهما بالنسبة لي وللكثير من القادة حول العالم اعتقد ان استثمار البحرين في التعليم والصحة والبنية التحتية واستقلال القضاء والعديد من المجالات التي تحقق فيها البحرين الريادة كلها تشكل حجر الزاوية في بناء دولة متماسكة ومستقرة وذات مستقبل مشرق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة